صباحك صحيح أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا بك إذن أولا مرحبا بك في الجزائر يعني جزائر بلد كل العرب وكل الأمة الإسلامية إذن أنت في إجازة وجيزة ربما والله تقدرين تقولين يعني سياحية إجازة سياحة وعمل السياحة يعني جيت أشوف الجزائر بلدي ثاني اللي أحب الجزائر أنا من الطفولة يعني مولع بحب الجزائر ونقترن أيضا من الجزائر متزاود جزائرية أجد هنا أشوف أهلي وهمي أنا عندي عمل عندي أغنية وطنية سجلتها فيما سبق بالجزائر وهسا ياريت لو أصورها هنا أنا يعني جاء حتى أصورها منين جاهد الحب للجزائر؟ والله حبي للجزائر منذ الصور منذ الطفولة يعني يعني أقدر أقول لك من أيام الكرة كرة القدم كرة القدم يعني كانت هي السفيرة للجزائر سابقا نعم هي أول سفيرة للجزائر كانت كرة القدم الجزائرية لما كان رابح ماتجر والأخضر بلومي كانوا يزوروني الجزائر أنا كنت مولا أحب فريق الجزائر يعني كان لما يلعب الفريق الجزائري والفريق العراقي ما أحب واحد يغلب الثاني ما أحب واحد يفوز على الثاني أحب يكون على طول تعادل جميل يعني حبي جاء منذ الصغر يعني بالجزائر إذا تحدثنا عن كرة القدم الجزائرية خلينا نتحدث أيضا عن الفن كيفاش تعرفت على الفن الجزائري؟ والله أيضا تعرفت على الراحل رابح درياسة بالسبعينات لما زار الجزائر وغنى نجمة قطبية وكنت أزوره بالفندق أنت زرت الجزائر ولا الفنان؟ لا هو رابح درياسة زار العراق وشفت بالفندق اللي كان مقيم به التقيت به واني حبيت هاي الأغنية وأحب الغناء الجزائرية أيضا حفظت مؤخرا يعني أحفظ أغاني جزائرية يعني الرابح درياسة السامي الجزائري أيضا الهاشمي الهاشمي قروابي حفظ يعني أغاني الحمد لله يعني لمطربين وأحب التراث القديم يعني يعني اللوني الغناء القديم الأصالة يعني مثل ما نسموها الأصالة الغناء الأصيل يعني أغاني الهابطة والأغاني الراقصة والأغاني هاي ما أميل لها بس أحب الغناء القديم وأني موسوعة طبعا في بلدي يسموني الموسوعة يعني حافظ أكثر من خمسة آلاف أغنية أغنية راقية الفن العربي عموما القديم حافظه حافظ الأغاني والأغنية الجزائرية جزء لي تجزء من الفن العربي وعندنا يعني طوابة عديدة في الأغاني الجزائرية كين شعبي حافظ قصائد في شعبي أنا حافظ شعبي وحافظ قصائد يعني مثلا جزائر العطاء هي أغنية فصحة يعني أغنية مثقفة ولو تسمعيها يعني أغنية جميلة جدا وإن شاء الله قريبا راح أصورها هنا بالجزائر خلينا نسمع مقطع من عند سامي الجزائري ربما يا ابنة الجزائر يا ابنة الجزائر يا ابنة الجزائر يلي خليتوا فكري حاير على زينكم نقول على زينكم نقول على زينكم نقول سرواش القومة حرمت لفتول يكسالف ودور في الجزائر ساكن غزائلي جميل يعطيك صحة خلينا نتحدث أيضا فنان عنك كفنان خلينا نتحدث عن البدايات تاعك في الفن بداياتي عندما كان سني 12 سنة دخلت في برنامج ركن الهوات هذا أكثر المطربين العراقيين هم شاركوا في هذا البرنامج عندما كانوا أطفال وبعدين كبروا وصاروا فنانين في أغنية كويتية صوت السهارة العوض دوخي وبعدها بعدها شوية ابتعدت عن الفن لأنه تعرفين أهلي كانوا محافظين شوية يعني يعني ما يحبون الغناء يحبون الرياضة أنا كنت بوقتها رياضي كنت ألعب كورة كنت ألعب بوكس ملاكمة فكانوا يفضلون أن أكون رياضي ولا أكون يعني أغني أنا مغني لأنه إحنا شوية محافظين كانوا أهلي محافظين بعدين لحبي الشديد بالغناء بالغناء كنتم تمسك بهذه الهواية الهواية صارت هواية يعني غناء ورياضة بس هواية الأولى هي الغناء طبعا كنتم تمسك بيها ولي هذا دخليت على الرياضة والله يعني لعبت لعبت كورة قدم في مؤسسات عراقية لعبت في الشرطة لعبت في أندية كثيرة لعبت أيضا البوكس الملاكمة أيضا سافرت بوقت عندما كنت شاب يعني في مستهل حياتي يعني كانت سافرت إلى استراليا لعبت مع الجاليات العربية في استراليا بوكس من بعد عاوت وليت للفن وقتش عاوت وليت للفن بعدها يعني وراء الثمانينات التجأت إلى الفن سجلت أغنية بالإذاعة العراقية أيضا كان عندها رواج الأغنية كان عندها رواج كبير الأغنية والله هي بصراحة كانت بداية موفقة بداية موفقة بس ما على الأسف هاي الأغنية ما أنتي ما أخذت يعني شهرة بس أنا استمرت يعني استمرت بالحفلات استمرت بال يعني مطرب شعبي أكثر من ما مطرب يعني يعني مطرب مثل ما يقول عندكم بالدرجة الجزائرية مطرب شب صحيح من الله والشكر الأكيد أنك حافظ قلت أنك أزيد من خمسة آلاف أغنية عراقية كل الألوان من كل أنواع والأكيد أنت من الفنانين المحافظين على التراث التراث والأصالة العراقي طبعاً يعني إحنا حابين نسمع أغنية شعبية عراقية عندها تاريخ وتمثل لك ربما يكون عندها رمزية أيضاً عندك إحنا عندنا مطربين قدماء يعني اللي كانوا سفراء للأغنية العراقية في شتى البلدان العربية كان عندنا ناظم الغزالي بقتها وعندنا بعد إجاء سعدون جابر وبعدين إجاء كاظم الساهر يعني صاروا سفراء للأغنية بس الأغاني المألوف لدى الشعوب العربية أكثر شيء كان الناظم الغزالي مثلاً خايف عليها وتلفان بيها خايف عليها وهيمان بيها شامة ودقة بالحنيش من يشتريها شامة ودقة بالحنيش لو تنبعش تشتريها تلفان بيها يعني هيمان بيها شكراً جميل جداً هذا الأداء الأكيد ما شان الأولى ليران ينقلها لك كنا سعداء جداً بصفتك معنا اليوم للأسف الوقت يداهمنا شكراً جزيل الشكر لقدمك اليوم في أستجيو أنا بس عندي كلام أخير طبعاً أوجه التحية للجزائر أرضاً وشعباً وحكومة أنا ممتن لكم جداً على هذا الاستقبال والترحاب وتحياتي تحياتي الأولى والتحياتي الكبيرة لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون الله يحفظ راعي الفن وراعي الرياضة وراعي كل شيء ممتع وعذب الله يحفظ السيادة الرئيس عبد المجيد تبون ويحفظكم كشعب ويحفظ الحكومة ويحفظ الجزائر كأرض شكراً وربي يحفظ أيضاً العلاقة أيضاً قبل ما أخليك أغنية ختمية نختم بها تكون جزائرية نختم بها مباشرة عندي أغنية جزائرية تفضل بها باش نختم بها يعني عندي أغنية طبعاً محظرها موجودة ياريت لو أسجلها بالجزائر يعني ألتمس تفضل مقطع باش نختم بها لأنه الوقت خلاص راحنا نجمة وهلالي لالي واسم الجزائر عالي نجمة وهلالي لالي واسم الجزائر عالي الكل فيها أحبابنا مرحل يدق بوابنا نقل له عزيز غالي قل له عزيز غالي أبيض وأسود ابيض وأخضر وأحمر علمنا آلي نور أبيض وأخضر وأحمر علمنا آلي نور سبحان يامن صور سبحان يامن صوار هو عزتي ومالي هو عزتي ومالي نعطيك صحة شكرا نخلص